هذه أبرز العناوين رسالة قوية من وليد راقراجي لللاعبين مزدوجي الجنسية عاجل لقجع يفجرها على الجزائر بسبب ما فعلته ضد المغرب في افتتاح الشن الأمير هشام العلوي في زيارة خاصة لسوفيان امرابط والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رسالة قوية من وليد راقراجي لللاعبين مزدوجي الجنسية شدد وليد راقراجي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم على أن المعيار الأهم لانضمام اللاعبين مزدوجي الجنسية للمنتخب الوطن المغربي يعتمد على اختيار القلب وصرح وليد راقراجي لصحيفة ليكبال فرنسية سياسة واضحة أن اختيار القلب هو المهم وليس المشروع الفرضي لذلك من المهم أن تحسم الاختيار في وقت مباكر وأضف الناخب الوطني أولئك الذين يلعبون على الغموض لن يكونوا جيدين لا لفرنسا ولا للمغرب من يخرج من خلفية حقدة لن يحترم المنتخب الذي سيلعب لها وأرض فرقراجي إذا اخترت المغرب فستخوض العملية مثل حكيمي زياش وتمر عبر منتخب الشباب وزاد الخنوس على سبيل المثال كان لديه إمكانية التأهل كأس العالم مع بلجيكا قلت لها ستذهب إلى أقل من 23 عاما وسندرس بعد المونديال التحاقك بالفريق الأول وقال إنه يقبل لقد كان اختيار القلب لكن عند التحاقه خاض المسابقة العالمية وختم مدرب المنتخب المغربي تصريحاتها لا أحد يستطيع ابتزازي نحن لا نلعب بحب القمص الوطني وإذا اخترت المغرب فأنا لا أضمن أي شيء سوى الانتماء إلى مجموعة طموحة من أفضل لاعبين ومن لديه الكثير سينجح في المستقبل عاجل القجع يفجرها على الجزائر بالسبب ما فعلته ضد المغرب في افتتاح الشان نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي اصحبت افتتاح بطولة أفريقية للعبين المحليين أمس الجمعة بالجزائر بعد الخارق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي كما نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعبارة العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح وفي هذا الشأن أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها رسلت الاتحاد الافريقي لكرة القدم لتحمل كامل مسؤولياتها أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم الأمير هشام العلوي في زيارة خاصة لسوفيان أمر بط قام الأمير مولاي هشام العلوي ابن عام جلالة الملك محمد السادس بزيارة خاصة لنادي فيرونتين الإيطالي لكرة القدم الذي يمارس فيها الدولية المغربية سوفيان أمر بط ونشر الأمير هشام العلوي على الصفحة الرسمية بموقع انستجرام صورا لها رفقة اللاعب الدولية المغربية سوفيان أمر بط ورئيس نادي فيرونتين لكرة القدم وعبر الأمير عن ساعدتي بهذه الزيارة الخاصة وأرفق الصور بتدوينة يعبر فيها عن شعوره قائلا بعد يومين من العمل الأكاديمي المكتف والتساوي بين الدراسة والتكوين الرياضي وأضف لقد قمت بالزيارة النادي فيرونتين لكرة القدم ورقبت حساسهم التدريبية وأقدم الشكر لجميع مكونات النادي وعلى رأسهم المدير الرياضي للنادي ورئيس الفريق وتوجه بالشكر عبر نفس التدوين للعب سوفيان أمر بط على الإنجاز التاريخي الذي قام به رفقة الأصود خلال منافسة كأس العالم قطر 2022 الرقراجي هدفنا الآن هو التتوج بلقب كأس إفريقيا وهذا أصعب منتخب واجهنا في مونديا القطر أكد الناخب الوطني وليد الرقراجي رغبته في قيادة أصود الأطلس لتتوج بلقب كأس أمم إفريقيا الصيف القادم في الساحل العج وقال رقراجي في حوار أجرت معه صحيفة ليكيبال فرنسية الهدف القادم بنسبة لنا هو التتوج بكأس أمم إفريقيا في الساحل العج وعلينا الذهاب بطموح كبير في هذه المسابقة وتابع كنا قريبين من بلغ النهائي في مونديا القطر والآن علينا أن نرفع سقف طموحتنا وأضف أصعب خصم لنا في مونديا القطر هو المنتخب الأسباني لقد كان أصعب منتخب واجهناها لو لم نفز عليهم لنجحوا في الوصول إلى النهائية لكن ربما كان ينقصهم مهاجم وهم يلعبون بشكل آمن في المباراة عكس بقية المنتخبات الشابي بعض البلدان يلزمها خمسين أو ستون سنة لكي تبلغ إنجاز المغرب في المونديال ونحن التونسيون فخورون بأننا نعيش في المملكة أكد التونسي السعد الشابي مدرب الدفاع الحسنية الجديدية أن الشعبين المغربي والتونسية تشبهان في الكثير من النقاط مشيدا بالبنية التحتية للمملكة المغربية والمكانة التي وصلت إليها هذه الأخيرة مؤكدا فخر التونسيين بتوجدهم فيها وقال الشابي في تصرحين صحفية الشعب المغربي والتونسية يملكان تقاليد متشابهة في الحياة العادية رغم أننا مختلفين عن الكثير من الدول وحتى في كرة القدم هناك تقارب فنحن نهتم بالجانب التكتيكي وأنتم بالجانب التقني وتابع الشابي بقولها عندما كنت صغيرا كنا نفرح عندما نواجه المنتخب المغربي بعزيز بودربالة والتيمومي وفرص علاقتنا جيدة جدا ونحن كمداربين تونسيين نسعد بتدريبنا في المغرب وأرضف الشابي نحن كتونسيين نرى أن كرة القدم المغربية في تقدم مستمر والمغرب بأكمله في تقدم عندما رأيت ملعب وجد اليوم أيقنت أنه ليس للعبين عذر أرضية الملعب كانت كالسجادة والبنية التحتية هي ما تفتقده تونس ومعدم البلدان واختتم الشابي قولها برافو المغرب على ما يقوم بها والمنتخب المغربي استطاع أن يبلغ المركز الرابع في كأس العالم والبلدان الأخرى يلزمها عاما لخمسين أو ستين سنة لكي يبلغوا ذات الإنجاز نحن التونسيون فخورون بأننا هنا ونشعر كأننا في بلدنا وأرضف الشابي نحن كتونسيين نرى أن كرة القدم المغربية في تقدم مستمر والمغرب بأكمله في تقدم ونحن كمدربين تونسيين نسعد بتدريبنا في المغرب هذه أبرز العناوين رسالة قوية من وليد ريقراجي لللاعبين مزدوجي الجنسية عاجل لقجع يفجرها على الجزاء بسبب ما فعلته ضد المغرب في افتتاح الشان الأمير هشام العلوي في زيارة خاصة لسوفيان مرابط اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة